موسيقى يتبني نينا وزوينا بطريقة مختلفة يكون هذه الثالث وصفة السلسة الطماطم لاني سبقت وحضرت معكم جوج وصفات بطرق مختلفة دعوكم معي وكنتمنى لكم فرجة ممتعة اول حاجة سنبدأ بتحضيرها هي الشرمولة السمك اللي سنحتاج فيها 4 دروس التومة مع معلقة كبيرة القصبور يكون مقطع ونحتاج ملحات سنحتاج معلقة صغيرة إبزار معلقة صغيرة كامون معلقة صغيرة خرقوم ونحتاج زعترا ونستطيع الملحات ونستطيع رسم معلقة صغيرة الهريسة تقدروا تعودها بفلفلة حارة والسودانية ونستطيع الزيتون الزيتون باش نجمع هاد الخالط هادا وغاد نضيف عليهم اه عصير ديال حامضة وصافي غاد نخلط مزيان هاد التوابل هادو مع العصير ديال حامض وزيت الزيتون وتقدرو تضيفووو ربع كاس عنبا ديال ما الى تتكون شرمولة تقيلة صافي هنيا غاد ناخد هاد السمك استعملت سمك الشرغو اه تقدروو اي نوع من سمك يبقى دك شي اختياركم ولي غاد ندير به الطاجين صافي دابا غاد نبدأ نعمرو بها ديك الشرمولة فهدوك الشراطي من الداخل من برا مهم كامل نعمروه بالشرمولة ونخليه تشربها صافي هنا من بعد كنجيب الطاجين اللي غاد نستفيه لخضرة عندي هنا يا جوج بتاطات مقطعين شرائح عندي فلفلة الوان حمراء وخضراء مقطعين تهوما دوائر عندي جوج شرائح ديال حامض حبة ديال طماطي مقطع شرائح وحبة ديال جوج شرائح ديال طماطي مقطع دوائر وواحد الفلفلة حارة غاد نبدأ بخيزو هو اللي هو اللي غاد نفرشو ومن بعد غاد نستفق منو شرائح ديال طماطيم اللي هما اللي غاد تلقو لنا المراق التحت في الطاجين وغاد نخلي واحد لتا ديال رون ديال تاكا ديال ماطيشة غاد نخليهم بحيث غنديرهم من فوق وصافي من بعد كان بدأ نستفدوك شرائح ديال اللي بطاطا من فوق ماطيشة وخيزو وكان دير كذلك شوية ديال الفلفلة فوق من اللي بطاطا وغاد نخلي واحد شوية اللي غاد ندير من فوق من فوق الحوت وصافي دابا كان حددك المورسو ديال الحوت من بعد ما تشرب ديال الشرمولة وكان نكمل تستفدوك ديال الخضراء مع الجناب ومن فوق الحوتة كان استفدوك لتخونش ديال ماطيشة اللي بقى ومع الحامض وفلفلة حارة بالنسبة لسمك الشرغو نص الكبير درتوه في الطاجين وبقى واحد طريف غاد نقليه وكتبقى ليا هديك الشرمولة غاد نضيف عليها جو حبة ديال ماطيشة محكوكين وغاد نخلطهم مع هديك الشرمولة وتقدرو تضيفو لهم مع علقة صغيرة ديال ماطيشة ديال حوك إلا بغيتو إلا بغيتوش ما تديروهاش سافي وكان كوب هديك لاصوس من فوق الخضراء باش كاتطيب فيها وكان نرشو هكا من فوق بشوية ديال معدنوس وشوية ديال زيت الزيتون وصافي كان نغطي الطاجين وكان ديرو يطيب على نار مهيلة ندوزو دابل سمك اللي غاد نقليه تقريبا غاد نعود نفس العطرية اللي درت في الشرمولة ديال السمك اللي درت في الطاجين غير القصبور اللي ما غاديش ندير ندير عصر ديال حامات توما محكوكا ملحا بزار كامون خرقوم زعيترا وهريسة ولفلفل حار وزيت الزيتون والمعدنوس وصافي كان نخلطها تشرموا لهادي اللي غادي نقط فيها السمك هنا السمك اللي غادي نقليه اختاريت سمك سيبيا غادي نقطعو هكا مرصوات يكونوا مكبارين ما صغارين لانه نفسك نقليه كي شوية كيتقلص الحجم ديالو سافي هاد الشرمولة ديروها اي سمك يعني ميرنا السول مهم اي نوع من السمك بغيتو تقليه سافي كان دير هادك السمك في هاديك الشرمولة وكان خلطه مزيان وكان خليه جانبا يتشرب هاديك الشرمولة حيث من بعد غادي نقليه هناخديت بتاطا قطعتها طويلة لان انا غادي نقليها غادي نديرها فريت ودبا غادي نشارك معاكم هاديك الساسة الطماطم اللي قلت ليكم كيف ما كتشوفوا عندي هنا حبه صغيرة ديال بصلة مقطعات طريفة صغيرة او لا بصلة مشلدة وعندي حبه ديال الجزار محكوكة وعندي ثلاثة ديال حبات ديال ما طيشة اللي قطعتهم في النص وحيت منهم الزريعة نبدو في طريقة التحضير كناخد بعدها واحد المقيلة وكندير فيها هاديك حبه ديال بصلة وكنشحرها مع شوية ديال ملحة بزار وشوية ديال زيت الزيتون كنخليها كتشحر وكناخد هادوك تاسات الحبه ديال ما طيشة وكنحكهم في الحكاكة مزيان كنرجع المقلة اللي درت فيها البصلة كنلقاها بدات كتشحر واحد شوية وغادي ندفع لها هديك الحبه ديال خيزو محكوكة حتى هي تشحر معها من بعد ما كيهبط خيزو شوية مع البصلة غادي ندفع محكوكة وغادي نكمل في التشحر وضروري ما تزيدوا واحد نسكس ديال ما بجديد تلقى في انطباد هذه الخضائرة نمرو دابا للسامك اللي غادي نقلي غادي ناخد هنا الدقيق الكامل او لا تقدروا تديروا فقط الفينو لتمرروا في هدوك القطع ديال سامك سي بياء وسمك الشرغو وصفي غادي نقليه مباشرة وفي نفس الوقت ضروري مرة مرحسة نطلع على المقلاء اللي فيها هديك العصوص كنشوفها واشطابت صافي من بعد ما كان طيب كنتفعليها النار وكنخليها تبرد واحد شوية لانني من بعد غادي نطحنها وبهذا الشكل كتكون سلسة وجدة صافي كتكون دابا وجدة كنخليها جانيبا حتى كنبغي نحط وكنولي انسخنها عاد كنحطها فطبيس لات بالنسبة لهنايا بديس كنقلي الفريد ومن مرة مسالة الفريد عاو تاني قليت هادك السمك وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديال طبيلاء ديال اليوم الغنية بالاطباق ديال السمك تاجين ديال الحوت هكا كيجي شكل ديالو كيجي ضروري بنين في المطاق بنسبة لسلسة الطماطم وهذا الحوت اللي جانقلي هو كيجي رائع كنقدم لكم هاد الاطباق والافكار بصحة ورحة نتمنى يعجبوكم بحال دائما ما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق وتبرتجو الفيديو شكرا لكم على المتابعة ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة